لأن موضوع الاضطهاد مثل ما ذكرته موضوع مش جديد موضوع تاريخي والحق يقال أن المسيحية تستغرب أنه نمت من خلال الاضطهاد ومن خلال التعذيب وسواء ابتدأت في أيام اليهود في أيام المسيح الرومان وطبعا شعوبك إلى يومنا هذا كل شخص يمكن يكون غير مسيحي يضطهد المسيح أنت تكلمت عن أنواع الاضطهاد النفسي والجسدي يعني خليني أسأل وحكيت أنه حقيقة أنه فعلا عم بتتم الهدف من الاضطهاد الهدف من الاضطهاد لما أنا أقول هذا اضطهاد ضد إيماني المسيحي ما أقدرش أطبق هذا لو أنا في داخل الدولة وارتكبت جرم أو ارتكبت مخالفة ونلتعقاب هذا الجرم أو هذه المخالفة أنا أعزو هذا إلى أن أنا مضطهد الكتاب يعلمنا في فليبي 1.29 بطرس الثاني أربعة بيقول فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو حتى متداخل في أمور غيره لكن إن كان كمسيحي هنا بقى الشرط أنا أقدر أقول أنا أضطهد كمسيحي علشان أنا معملتش أي حاجة من دول لكني أنا أضطهد مجرد أن أنا مسيحي فساعتها لا نخجل بل نمجد الله فهو ده الهدف من الاضطهاد حينما يكون هدف المضطهد أنه يضطهد المسيحي بسبب إيمانه ساعتها هنا بنتكلم في هذا موضوع بتاع الاضطهاد اشتركوا في القناة